اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار من القناة الوطنية الاولى ونستهلها بالعنوين توقيع اتفاقية تمويل مشروع المستشفى الجهوي بتالى مشروع سيعزز المشهد الصحي ويحقق مطالب طال انتظارها بعد تجاوز الاشكاليات العقارية تقدم في نسق اشغال الطريق السيارة مدنين راسجدير وبطء في انجاز اشغال الطريق السيارة جابس مدنين ملتقى الفنون والابداع في دورته الاولى فرصة للانفتاح الثقافي ومد جسور التواصل بين شباب عدد من الدول العربية الانتلاقة من قصر الحكومة بالقصبة حيث صدق مجلس الوزراء اليوم باشراف رئيس الحكومة يوسف الشهد على عدد من مشاريع القوانين واستعرض المجلس تقريرا حول الخطة الوطنية للتشغيل التي ترتكز على ثلاثة محاورة رئيسية وهي دعم احداث مواطن الشغل من خلال وضع اطار قانوني للمبادر الذاتي الى جانب اعتماد منهجية تقوم على ملاءمة العرض والطلب مع حاجيات سوق الشغل فضلا عن معالجة الاخلالات الهيكلية للبطالة عبر مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل ووضع برامج مهن الجوار وسيتم خلال السنة الجارية اعداد مخطط تنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل المشهد التنموي والصحي في القصرين قد يشهد في المستقبل القريب تغييرا ايجابيا بهذه الربوع حيث اعلن ممثل البنك الاسلامي للتنمية انه سيتم امضاء اتفاقية تمويل مشروع المستشفى الجهوي صنف باب معتمدية تلا وذلك بين البنك من جهة ووزارة الصحة من جهة اخرى خلال شهر افريل المقبل بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 30 مليون دينار للبناءات و15 مليون دينار لتجهيزات وسيمكن هذا المرفق الصحي حوالي 70 الف ساكن في معتمدية تلا والعيون وحيدرة من الانتفاع بهذا المشروع الصحي وبخصوص مشروع المستشفى الجهوي صنف باب معتمدية سبيبا قال المدير الجهوي للصحة عبدالغني الشعباني انه ممول من قبل الصندوق السعودي للتنمية كما قال ان الدراسة الفنية لهذا المستشفى ستكون جاهزة وسيدرج في اطار قانون المالية لسنة 2018 وتقدر كلفته الجملية بحوالي 45 مليون دينار اليوم بدنا نشوف المشروع المستشفى الجهوي بيتالة ان شاء الله بدأ يدخل حيز التطبيق ان شاء الله اليوم شوفوا الموقع واخدوا فكر على المشروع نهار في بداية أفريل فم مجلس الإدارة متاع البنك وبالتبعه في مجلس الإدارة سيتم اتخاذ القرار بالتمويل وان شاء الله في نفس اليوم يتم توقيع أو أمضاء الاتفاقين يحتوي على 105 سرير يعني أقسام القسم الاستعجيلي والطبق الفني هو المخبر والأشعة وآلة التصوير بالمفرص والأقسام الأخرى يعني مستشفى نهاري وقسم الطب الباطني قسم الجراحة العامة قسم أمراض النساء والتوليد قسم الأطفال وقسم الانعاش وقسم العمليات في منطقة بوحجلة من ولاية القيروان مركز جديد لتجميع الحليب صاحبه تخطى الصعوبات ليكون جاهزا قريبا هذا المركز يعد نقطة إيجابية جديدة في الحياة التنموية والتشغيلية للجهة منذ ثلاث سنوات بدأت فكرة بناء مركز لتجميع الحليب بيبو حجلة تخامر السيد سالم الرمضاني وها هو اليوم يضع اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح الرسمي الأسبوع المقبل اتصلت بالمندوبية الفلاحة وكان بالصدفة وقتها كان ثم فتح عروض للمركز جديدة قدمنا مطلب وتحصلنا على الترخيص وقمنا بنجاز البنائية هذه المشروع هذا مركز تجميع الحليب هو دوره يخفض بنسبة البطالة خطر عندنا برشة طاقة شبابية اللي هنا حاملين لشهيد العليا ويلوجوا في مشاريع صغرى كبرى مفيد دعم بيش شفحية كثيرة هي الصعوبات التي مر بها في ظل شح الدعم الذي تقدمه الدولة وقد حاول جاهدا أن يحقق حلومه مهما كانت الظروف والتكاليف بعد كحذر الصونتر لقينة الإسكال الكبير هو في الرابط بالطيار الكهربائي وبالربط بالماء نحن في البناء هذه تكلفتنا بـ 141 ألف حسب الفكتور وحسب الدراسة بتاع المهندس أعطونا 5 ملايين وثماني مائة معناها شي النسبة معناها تحشم المطريل حق خذينا اللي هو كبريسك 25-30% في المطريل تفهمتني؟ أخذينا على المنحة في المطريل الدولة يجب أن تشوف حكايتك التجفيف لحليب التصدير هذا تحل أفيق لهذه ونحن نقول نقص عدم إنتاج لحليب كمية كبيرة لأن أغلبية البقرة مشال الجزائر مواطن شغل جديدة يفتحها هذا المشروع للعاطلين عن العمل في جهة بحجلة وقد تصل أعدادهم إلى العشرات وربما المئات في حال الإحاطة بالباعثين شبان وتمكينهم من تجيعات لتربية الأبقار شهدت أشغال الطريق السيارة مدنين رسجدير تقدماً بنسبة 70% مقابل بطي أشغال الطريق السيارة جابس مدنين بسبب بعض الإشكالات العقارية طريق سيسهم حال انتهاء الأشغال في دعم البنية التحتية بالجهة وتسير حركية النقل في الجهة أقصات شرفت على الانتهاء وأخرى انطلقت فيها الأشغال لتبلغ نسبة إنجاز مشروع طريق السيارة مدنين رسجدير السبعين بالمئة بعد أن تم تجاوز أغلب الإشكالية العقارية تقريباً الإشكاليات حالياً المطبقة هي في القصة عدد ثمانية حيث تم التحوز بحوالي 15 كيلوات من جملة عشرين وبقية الأراضي قاعدين نتحوزوا فيها بشوية بالنسبة لقيمة الأشغال توصل حوالي 367 مليون دينار تم إنجاز حوالي 270 مليون دينار حالياً بالنسبة لتقدم 75% كتقدم مادي بالنسبة لتقدم الأشغال كما قلت لك 70% قدموا نسقي إنجاز طريق السيارة بولاية مدنين يقابله بطء في سير أشغال طريق السيارة مدنين قابس خاصة في جزئه المنتمي لمجال الولاية المجاورة إذ وصلت نسبة الإنجاز إلى 42% طريق سيارة طولها 400 كم وولاية مدنين 31 كم عندها قسطة الرابعة كان متوقف وطول الصفقة في طور الإنجاز وبالنسبة للقسطة الثالث فيه 9 كم تتابع مدنين تم عفتح حوز تقريبا 6-7 كم بقى 2 كم ومفتار تسوية منطقة والأشغال فيه بالنسبة للقسط بالنسبة للقسطة الثالث متقدم جدا من نسبة 75% قسط وليد قابس 54 كم مشكلة عقارية تقريبا استوفينا من نسبة 29% تبعة أقصات من مجموع التسعة من المنتظر أن تكون جهزة في موفى السنة الحالية بالنسبة لمشروع طريق السيارة قابس رسجدير مشروع سيساهم في تطوير البنية التحتية لولايات الجنوب وسيسهل عملية تنقل المسافرين بين المدن نبقى في مدنين ومع تجربة جديدة في المجال الأمني تقوم على إرساء علاقة تواصل وتفاهم بين الأمني والمواطن بعيدا عن العلاقة التقليدية المبنية عادة على التوتر والتصادم من خلال مشروع شرطة الجوار الذي أطلقه المركز الاستراتيجي للتنمية في سنوات ما بعد الثورة تعددت المقاربات وتكثفت المبادرات لعديد المتدخلين من أجل بناء علاقة جديدة بين المواطنين ورجال الأمن تقطع مع ما يسمى بالممارسات السابقة للسلك الأمني تجاه المواطنين والله العلاقة يجب أن تكون في احترام في ديمقراطية ما بين المواطن والأمن لم يحافظ على البلاد يحافظ على كل شيء وفي نتاق محدود يجب أن تكون ما نتاق القانون والمواطن نفس الشيء في ولاية مدنين فم تحسن كبير وكبير جدا على مستوى العلاقة القايمة بين المواطن والأمن وهذا بالتأكيد يأتي عن طريق دور المسؤولين الأمنيين ثم مساعة كبيرة بعد الثورة ومن جميع الأطراف على رأس المزارة الداخلية وكذلك نقبات الأمنية أن تكون علاقة طيبة بين الأمن والمواطن وحدة من هذه المبادرات مشروع ما يعرف بشرطة الجوار تنجزه وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية وينفذه بمدنين المركز الاستراتيجي للتنمية تحت عنوان جوار آمن تنمية محلية عادلة موضوع حساس يفضي إلى عديد التساولات والتشخيصات احنا اخترنا الموضوع عذاية باش نخدم عليه في مدنين صحيح نحن نسعو باش نحسن العلاقة بتاعنا مع المواطن هذا شيء خدمنا من بعض الثورة ومزلنا نسعو النزامة تكون علاقة بين الأمن والمواطن والتجربة هذه نجحد في عديد مناطق الجمهورية وزارة داخلية ارتأت معناها بالشراكة مع البرنامج كذلك انه تكون مدنين ان شاء الله ولاية نموذجية وذلك بارساء العديد من المراكز نموذجية لقاءات حوار ونقاشات مفتوحة بين المواطنين ورشال الامن تتوج بولاية مدنين باحداث ستة مراكز نموذجية لشرطة الجوار يأمل الجميع ان تتحول ذلك الى ثقافة شرطة الجوار دون ان تقتصر فقط على البناءات في موضوع اخر يتواصل الجدل بشأن قانون المالية لسنة الفين وثمانية عشر مدى تأثيره على الاستثمار مدى تأثيره ايضا على المواطن التونسي كان ذلك محور اللقاء الاكاديمي الذي نظمه المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية ومحظنة المؤسسات بالاشتراك مع مركز المهن واشهاد الكفاءات مثل قانون المالية الفين وثمانية عشر محور لقاء اكاديمي نظامه المعهد العالي لدراسات التكنولوجية بالمهدية ومحظنة المؤسسات بالاشتراك مع مركز المهن واشهاد الكفاءات احنا حبينا نلموا الاطراف المعنية كسلات جهوية كمسؤولين في اقسام التصرف في المؤسسات التعليم العالي كطلبة يستفادوا كاسادة اطار تدريس حبينا نلموهم لكل كي ونطرحوا الموضوع متاع قانون المالية ونحاولوا نتناقشوا فيه هو اللي صار شنو اللي عبيت سمعت انه فم الزيتات كلها هتشازات حسبا انه بعض مش يزيدوه هو في الشرام قليلا حتى نزيد في السوم البيوع متاع تأثير قانون المالية على الاستثمار ونسبة ترفيح في الاداءات والضرائب كانت ايضا من بين النقاط المطروحة في هذا اللقاء قانون المالية جديد ما فيش برشة اجراءات فيها ممكن عبق جبائي جديد على الشركات والاقتصاد وعلى المواتن بالنسبة لي نحنا دائما يشجعش باشا على الاستثمار اي مستثمار كيرا فما عبق جبائي وفما التفعي تزيد خطر التفعي تزيد الكنسومانسيون بصفة عام ما بش تنقص اندي لكتمو المواتن بشوالي البوفاردرشان يضعف دنك البوفاردرشان يضعف الاقتصاد بصفة عامة يتمس وزيد الانبورسان بتاع الكنتربوسان سوسيال الزادة هي بش تنقص من المداخيل متاع المواتن زادة كيف كيف عنده تأثير سلبي على الكنسومان متاع المواتن قانون المالية معناه يعيق معناه يعيق صناعين أسار مواتن الأولية نحكي على الفواكه الجف معناه تقريبا زادت في حدوث 30-40% كل حد ولا من شيرته معناه ينقص في المربح امتاعه يحاول بش يضبط معناه أموره بالنسبة للسنة هذية ويبقى قانون المالية لهذه السنة محور جدل بين الجميع نظراً لضبابية بعض الفصول لدى البعض وعدم قدرة المواطن على تحمل أعباء زيادات جديدة للأسعار يعقض الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بإسفاقس مؤتمره وقد طالب خلاله المترشحون الجدد ضرورة حل الإشكاليات التي يواجهها الفلاح والبحار على حد السواء منذ سنوات مؤتمر جديد وفريق جديد لكن مشاغل الفلاحين والبحارة مر عليها زمن ولم تشهد جديداً مما يدعو المترشحين لمكتب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في إسفاقس إلى الاستعداد لموجهة تحديات طال أمد معالجتها نحونا سرق ونحونا التهريب تهريب سواء الخضار سواء الأعلاف سواء الحيوانات نحونا التهريب نحن نعطوكم اللي تحبوا التونس من ذرعنا موشي من حاجة أخرى هذه الحاجات الكبيرة اللي لدينا في الواحد مثلاً ماشي الحاكم يجب أن يعتنيه وجه للتوجيه لكل المتاعه والمصالف بتاع الدولة كلها ستصاب للفلاحة توتنهر تونس ما تنهرش بالتوريد بالنسبة للبحار التغتل الاجتماعية راهم الناس محرومين ومقاعدين منكبين عليها ليلة مع النهار مع الوزارة باش ريقلوها في أسرع الأوقات وترشح للمكتب الجديد أعضاء من المكتب القديم إضافة إلى مترشحين جدد من فلاحية الجهة في انتخابات بدأ أنها لن تكون حامية الوطيس على الأرجح لثيقة للملفات وضمان استمرارية الطاعات معها خاصة مع مؤشرات التجاوب الدولة معها نحن هذا يكون لدينا رهان أنا لا نخدم عليه في سبيل تجديد غابة سفيقس هذه اللولمة الرهان الثاني في قطاع السيد البحري سنوصل للعمل من أجل إرساء منظومة تغتية اجتماعية تجزي البحار توفره بحقوقه وتضمنه للعيش الكريم ما بعد التقاعد هذا ما نزوز نقاط اللي أساسا نخدم عليه كيف كيف احنا تعصير الإدارة معناها نخدم عليها وهذا من رهانية متاعنا زيذا كيف كيف أحسن حاجة كون يبدأ بالمعاجل الذاتية ونقض الذات ثم نمر للعلاقة معناها نتمنى وكونها تتحسن يعني العلاقة مع الدولة والدولة تتلفت للقطاع اللي هي يمتي واحد إحقاق الحق يعني ما نوش يعني نظرة عدمية عن عدمية بتاتا الدولة قايمة بمجهود ولكن المجهود هذا نتمنى كونه يتكثف أكثر ما نقوله أنه الفلاحة متاعنا ميزات نقصتها برشة مقاومات أولاً التمويل ونسبة الفائض في التمويل واللي هي معيقة معناها فعلاً للفلاح أيضاً التأمين واللي هي معناها تقريباً غايب اللي هو الإرشاد الفلاحي يعني إذا كنقوله أحنا نحبه ننجو للتصدير ننجو معناها معناها من حيث الجودة ومن حيث الكامل لابد من حزمة فنية الحزمة الفنية لا يكونش أعطاه الفلاح هذا هو الإرشاد حاجة قطاع الفلاحة وصيد البحر لهذا الهيكل النقابي على قدر حاجته لدعم الدولة فهؤلاء من يؤمنون بنسبة كبيرة الزيت واللوز والدواجن وغيرها من المواد الفلاحية فلا يمر موسم دون أن يشهد بأنهم شريان الحياة في تونس في إطار برنامج شامل يهدف للحد أو القضاء نهائيا على كافة الأشكال العنف ضد المرأة نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة بباجة يوما توعويا بمشاركة الهيكل الجهوية والمحلية وممثلية المجتمع المدني يوم تحسيسي وتوعوي حول موضوع منهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة نظمته المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة بباجة تحت شعار أمي سالمة حملة متواصلة تقوم بها للوزارة في إطار منهض جميع أشكال العنف في المجتمع 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 اليوم تفصيلة من هذا البنامج اللي هو أمي سالمة اخترنا النفذة علاش لأنه نفذة أولا يوم سوق وإحنا إذا نقوله حملة لابد أنها تشمل أكثر ما يمكن مشاركة المجتمع بسيطة جدا في إينارة رأي العام وإن شاء الله ينتفي العنف مش فقط ضد المرأة وإنما في المجتمع التونسي عنا كجمعية تونسية للصحة الإنجابية مشاركة للتحسيس الجماهيري والتوعية موضوع يهم الجمهورية تونسية كله وربما يهم المرأة بشكل عام لكن اليوم في اليوم والتحسيسي هذا صحيح سندعو الرجل المعوش لأنه بيشتوقع عملية تحدي من المرأة للرجل ولكن تفاهم بينيزم يكون تعايش السلمي بين المرأة والرجل التظاهرة مثلت فرصة للتعريف بالقانون الشامل لمناهزة العنف لدى المرأة عبر عروض تنشيتية ومسرحية قدمها أدفال النوادي ثقافية بنفزة لتوضيح الأثار السلبية للعنف على صحة المرأة بالدرجة الأولى وعلى الاستقرار النفسي للطفل أيضا لكن على الأقل أعطيناهم لمحة مبسطة على هذا القانون الذي صدر في 2017 والذي يدخل حيث يستنفيذ في 2018 في 2018 مثل في بعض الأحوال معناه الجهات عدد من الأخصائي النفسيين العاملين بمركز الإرشاد والتوجيه الأسري بباجا قدموا بدورهم حصة توعوية وتثقفية لفائدة النساء لتوضيح بعض المعطيات الخاصة بالتعاهد بالمرأة المعنفة وأسرتها في الجانب المؤسساتي والاجتماعي والقانوني التظاهرة هذه يجينا بش نوعي ونحسه المرأة اللي تتعرض للعنف بش تتكلم وتقول لي للعنف أمي سالمة ليس مجرد تظاهرة توعوية حول مناهض جميع الأشكال العنف ضد المرأة بل هو بالأساس دعوة لمراجعة سلوكيات بالية ومدوارثة كانت ولا تزال أحد أسباب تفكك الأسري في مجتمعنا وبالثقافة نختم هذا الموعد الإخباري ومدينة لكتار تحتفي بالحب والجمال والفن من خلال تنظيم الملتقى الدولي الأول للفنون والإبداع والذي يعمد إلى مد جسور التواصل الإبداعي بين تسع دول عربية تحت شعار الشباب ورهانات الألفية الثالثة وبمشاركة شباب يمثلون تسع دول عربية احتضنت دار الشباب بالإكتار الملتقى دولي الأول للفنون والإبداع جسور للتواصل والتلاقح بين أنماط ثقافية متنوعة أراد نادي جسور للتواصل بدار الشباب بالإكتار ربطها بين شباب عربي مبدع ولأن حبكم فوق مستوى الكلام قررت أن أصمت والسلام عيوننا تقضي الحوائج بيننا فنحن الصموت والهوى يتكلم إذن هي قبلة للإبداع قبلة للجمال قبلة للذات الإنسانية هم كلهم شعراء كلهم أدباء فنانين تشكيليين والأدباء يطبيع عندهم إصدارات متجو سورة واصل بين تونس البلدان العربية الأخرى في إطار تنظيم الملتقيات مدينة الإكتار التي تحتفي على طريقتها بالحب والجمال والشعر ضمن مشروع شبابي تعمل جمعية جسور تواصل بالإكتار بالشاركة مع عدد من الجمعيات من المغرب والجزائر ومصر على رسم ملامح برنامجه كمحطة ثقافية سنوية تستهدف شباب المناطق النائية والحدودية المشاركة دينا أولا تتميز في تحشباب منطقة أي توريريا منطقة نائية في المغرب ونفتاح على العالم الآخر من خلال المجموعة من الفنان التشكيليين فقارات ملتقى الاقتراد دولي للفنون والإبداع توزعت بين الفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية والمحاضرات العلمية والأدبية ستختتم بتوقيع اتفاقية شركة وتوأمة بين مختلف الدول العربية المشاركة هكذا نصل إلى ختم النشرة وليكم تذكيرا بأبرز عنوينها توقيع اتفاقية تمويل مشروع المستشفى الجهوي بتالا مشروع سيعزز المشهد الصحي ويحقق مطالب طال انتظارها بعد تجاوز الإشكاليات العقارية تقدم في نساق أشغال الطريق السيارة متنين رسجدير وبطء في إنجاز أشغال الطريق السيارة جابس مدنين ملتقى الفنون والإبداع في دورته الأولى فرصة للانفتاح الثقافي ومد جسور التواصل بين شباب عدد من الدول العربية ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر